يعني تبقى حكومة السودانية مقيدة وغير جريئة إذا تخلوا عنها يعني القوى السياسية الدعمة إلا فالمفروض أن يعني يرمم أو يصلح الوضع الداخلي حتى يتمكن يعني يكون مطمئن داخليا حتى يتمكن من الحوار مع الإقليمية الدول الإقليمية وكذلك الدولية حتى يستطيع أن يخلق حالة من التوازن أما إذا الوضع الداخلي هو مفكك يعني هاي حقيقة ترهق السيد السوداني في علاقاته الدولية وستشهد العملية السياسية تراجع كبير خلال هذه الفترة وأن تتلاحظ اليوم الشارع يعني كثير بممتعضين من الأداء الحكومي سواء السابق للحكومات السابقة أو حتى الحالي لأنه المواطن يشعر على أن يحقق مصالحه وتتوفر حقوقه بالسرعة الممكنة لا يطي فرصة على أن الحكومة للتو شكلت وممكن أن يطيها فرصة سنة أكثر أكثر حتى يستطيع أن يتوفر للحقوق اللي هو رسمها إلى القانون أو يوفر للأشياء والسلع المناسبة والحاجيات الضرورية فالمواطن لا يشعر بها لذلك سحنا مثلا من نتناول موضوع مادة المالية كدرس أساسي في القانون اللي يناقذه فأول ما ندرس أو الحكومة نفرض عليها أن توفر الإنفاق موضوع الإنفاق قبل الإيرادات والمفروض أنه آني على ضوء الإيرادات أوفر النفقات لكنه هذا ما مسموح به تجاه المواطن المواطن يريد توفر له سلع وسكينة وصحة واستقرار ما يسأل على أنه عندك إيرادة أو معدى ستيجيك إيرادة طبيعية يجيك عن طريق قروض يجيك عن طريق أزمات تسوي حروب ويد